لكن أنت حالك من المهام اللي أوكلت إليك أمين صندوق مؤسسة الأهل الخيرية ده كان توجه خيري رائع المجتمعية إيه كانت طبيعتها؟ برضو من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة في الحتة البرنامج يعني أول مرة أنا بكرارها كثير بس ده حقيقة يعني ده حاجة بنفخر بيها لأنه الأول مرة اللي لقى حد داخل ومعه برنامج بيلزم نفسه بي نحسب نفسنا عليه برنامج مكتوب إحنا كنا كل حوالي ثلاث شهور اللي هو مفهوم شوري كل كورتر كابتن محمود الخطيب بيمسك البرنامج في الجلسة ونقض نشوف إيه ما تم تنفيزه آه طبعا محاسبة من نفسنا فكان من ضمن حقيقة البرنامج الجزء المتعلق المجتمعي ترجم بقى أن تم إنشاء مؤسسة الأهل المجتمعية لا بس مش بتتكلم على رعايات بس الأبناء الأهلي أنت داخل على حيث المجتمع نفسه حتى السلوجن أو الشعار بتاع مؤسسة الأهل المجتمعية الأهلي للجميع للجميع آه يعني شرفنا طبعا في قامات موجودة في مجلس أمناء المؤسسة هو رئيس مجلس أمناء كابتن محمود الخطيب زميل محمد الجرحي أمين عامل المجلس قوامات كثيرة موجودة مؤخرا نضم لينا كابتن على بوغريشة والأستاذ محمد كابتن محمد رشوان يعني بنخرج من حيث بقى الحتة بس مش مجرد إن شاء الله طبعا هيبقى فيها رعايات ضمنها الأبناء الأهلي فكرة إن كابتن رشوان وكابتن على بوغريش وبالضبط الأهلي للجميع وفي نفس الوقت إن شاء الله يعني بدأت الحساب بتاعها تفتح في البنك وفي نفس الوقت الحمد لله ما برغم أقولة بدأت بيها حتى تتطور جامع جدا بحيث هو ده الجزء للنادي الأهلي واخده على عاطقه برضو لكريها ده في المجتمع فبالتالي على مسؤال الأندية الرياضية فلازم يكون عمل مجتمعي موجود يترجم تاريخ النادي الأهلي ودوره الوطني في مصر أنت وصلتوا لتفعيل العلاقة مع اليونسيف متهالي الحمد لله كان الكلام ده كان موجود وكان مهانس خالد مرتجي كان على رأس القصة دي يعني إن شاء الله عمل فيها مجود جامد وملفات كتيرة أو في ملفات تعليمية كتيرة زميلة محمد صراج يعني على مستوى حدث الثقافية كمان يتعمل فيها شوال جامد ولأعضاء النادي كان فيه بروتوكول للطفولة مش كده؟ آه كان فيه بروتوكول فعلا للطفولة اللي كان يعني لكيام بالبروتوكول مهندس خالد مرتجي وشرفت أنا بالساعة اليوم المنظم دوت نيابة عن المجلس والمهندس خالد مرتجي